قال يحيى عياد نائب وزير التخطيط السابق ممثل وحزب مستقبل وطن عن لجنة الزراعة المركزية إن القيادة السياسية في مصر قد انتبهت مبكرا لأهمية الزراعة واشار يحيى عياد إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في مشروع المليون ونصف المليون فدان لافتا إلى أن الدولة خطط خطوات كبيرة في استصلاح الأراضي وإحياء مشروعي تشكع قبل التحديات الكبيرة اللي واجهها العالم بالكوفيد-19 وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بملف الزراعة طرح سيادة الرئيس مشروع المليون ونصف فدان الريف المصري عام 2016 حالياً مصر عندها تحدي كبير في الدلتة الجديدة لاستصلاح 2 مليون فدان عندنا كمان استصلاح نصف مليون فدان في سينة مشكلة الزراعة بتتلخص في ثلاث محاور هي محدودية الأرض الصالحة للزراعة ومحدودية المياه اللازمة لهذه الاستصلاح بالإضافة إلى ظاهرة التفتت الحيازي الدولة المصرية خطط خطوات كبيرة في استصلاح الأراضي بالمشاريع اللي قلتهى لحضرتك بالإضافة إلى إحياء مشروع تشكا من جديد احنا بنزرع في تشكا محاصيل استراتيجية وفيها إنتاج كبير الحمد لله في عشرين تلاتة وعشرين وعشرين اتنين وعشرين ترجمة نانسي قنقر